بس بعد إذنك يريد توضح لي حكاية أنه البرلمان اللي جاي لو مشينا بالقوانين دي ما فيش مرأة وما فيش أقباط نشرح الحتة دي بالتفصيل أكتر طبعا يعني انت عارف بطبيعة الحال الأقباط كان عندهم عزوف يعني عن الممارسة السياسية في الفترة اللي فاتت نظرا لأشياء اجتماعية وأشياء أخرى سياسية فبالتأكيد ما فيش كوادر قطية موجودة وجاهزة أن هي تمارس فأنت بقى عندك مشكلة في الأحزاب عايز بتدور طبعا من ذات المصير الأحرار أن هم ضد التمييز ومع مشاركة الأقباط وكل الأقليات أن هم يبقى موجودين فأنت بتريد تدور على كوادر قطية الحقيقة ليلين جدا فبقى عندك مشكلة أنت عايز تمثيله في نفس الوقت ما انتش لاقي هذه الكوادر فبتضطر اضطرارا أن الكادر ما هواش قوي مش هيقدر يجيب أصوات كتيرة فبتضطر أن هو ياخد مركز متأخر أنت عارف القوائم بالطريقة اللي موجودة بيها الوقت ينجح فيها أول اتنين أول واحد أو اتنين بالكتير ثلاثة بالكتير قوي خمسين في المية لو هم اربعة ينجحوا اتنين لو هم تمانية ينجحوا اربعة فأصبح الأقباط في مراكز متأخرة مش نظرا للتمييز نظرا لأن الكوادر القطية نفسها ما هياش كوادر سياسية جاهزة المرأة كمان انت فاهم المرأة في مجتمعنا ممكن يكونوا هم جاهزين بس الفترة اللي فاتت هم مفيش حد من دالهم فرصة جاهزية الكادر السياسي بتيجي من الممارسة فالأقباط كانوا ما بيمرسوش الحرية السياسية أو العمل السياسي كل الفترة اللي فاتت وكان فيه مشاكل يعني اعايز اقولك مثلا فخر مصر في صور التسعتاشر كان هلال وصليب كان يحيى الهلال مع الصليب احنا الوقت في 2011 عندنا مشكلة في الهلال والصليب وعندك كنائز بتتحياني فيه الظروف متغيرة وطلع طيارات دينية بتخطبها في حالة من حالات الاضطهاد أو الترسل أو الشحن كمان تجاه الأقباط شوية وده يعني ده واضح وفيه اختلافات وده أولا جدا ان احنا في الفترة اللي جاي يبقى فيه ممثلين للأقباط في مجلس الشعب عشان ما احنا طبعا بنعمل ده وهنحط عارف لو هو القوائم بقى اتطبقت 100% هيبقى أنا عندي الحرية ان انا احط الأقباط في أماكن متقدمة وحتى لغاية أول أربعة وأول خمسة في القايمة التمانية هيقدروا يخشه الأقباط ويقدروا كمان يخشه المرأة كمان تخش البرلمان بالنسبة بالمرأة بقى نفس الموضوع المرأة انت مجتمع زكوري وفين المرأة في الريف وفين في الصعيد بالتأكيد وبالتأكيد هي كمان ما مرستش العمل السياسي ده شيء مؤكد يعني وواضح فانت برضو مضطر ان انت تعمل استفاء استفاء ان القايمة فيه مرأة لو تمانية طبيب قتمنا مرأة او السبعة مرأة لان انت حزب سياسي عايز تنزل تاخد مقاعد في البرلمان تجيب الكوادر اللي هتكسبك فلو المرأة مش كادر هيكسبك وده بالتأكيد صفة عامة في مصر بالتأكيد هتبقى تحت فاختفط المرأة لان عندك مشكلة كبيرة لكن لو القوائم بنسبة 100% من حجم المقاعد اللي ممكن تاخدها في القايمة اللي بيكبر انت كمان تقدر تفرض وجود الأقباط المميزين وكمان المرأة المميزة في القوائم سيد زعصام احنا هنا في التليفزيون التابع ليه التليفزيون الشعب مش هنقول التليفزيون الحكومة الدولة يعني حكوم الدولة يعني انه احنا ما بنفضلش حزب على حزب ولا جماعة على جماعة لكن نفسنا نسأل حزب الوفد ايه هو الفايدة اللي ممكن تعود على حزب الوفد لما يبقى فيه تشابك ما بينه وبين الاخوان المسلمين خلينا كون امين معك بدون اعطي كلامك وخصوصا ان انا عرفت النهاردة على المنشط تقريبا في المصر اليوم انه انفصلت تاني شوف خلينا كون امين في الاجابة على هذا السؤال اللي احنا اقدم فاصلين سياسيين موجودين في مصر هو الوفد والاخوان المسلمين الوفد نشأ سنة 19 والاخوان 28 من 19 ل 28 احنا عرفنا في الوفد نقطة الاتفاق ونقطة الخلاف بيننا وبين الاخوان المسلمين لكن في الاونة الاخيرة كانت الامال معقودة على ان الوفد كحزب الليبرالي انه يجمع القوى الليبرالية القوى القومية القوى الاشتراكية ويقود بهم ويقود بهم قائمة في مواجهة قائمة الاخوان المسلمين او العدالة والحرية نعم خطورة الامر وده دي الحاجة الوحيدة اللي اقدر اتفاهمها انه الطيارات الاسلامية لما خرجت من الامام بعد ثورة 25 يناير مش بتكلم بس بقى الاخوان ده وقت انت بتكلم على كل القوى اللي في نفس السلة خرجت مرة واحدة للنور بدأت تطرح خطاب سياسي متشدد جدا خطاب ديني في تمييز بشكل كبير بعد الصور ده جرنا مباشرة لتخوف ايه هو التخوف اللي كان مطروحه اللي كان هم بيتروحون انك تتفاجئ امام الرأي العام بانك عندك قيمة المؤمنين وقيمة غير المؤمنين ودي تمس الخطورة شديدة جدا داخل الشعب المصري المؤمن بالفترة يعني احنا شعب بطبيعته من قبل ما تظهر الاديان المصريين مؤمنين سواء كانوا اقباط او مسلمين هتلاقي الايمان عندنا اعلى بكثير من من كنت تشوفه في اي مكان في اي مكان اخر تمام كونك تعمل كده معناك انت بتقسم المجتمع مصري كويس ربما ربما تدرجت قيادة الوافت في الاوانة الاخيرة في الاوانة الاخيرة خطورة خطورة انه احنا ننصاق ورا فكرة انه هو يترح قايمة المؤمنين وقايمة غير المؤمنين وانه نعود مرة اخرى نعود مرة اخرى نمارس دورنا كحزب ليبرالي طليعي مهمته انه يجمع القوى الوطنية كلها يجمع القوى الليبرالية وانا اعتقد انه قرار صائب ان الوافت يعود الى سوابة الحركة الوطنية المصرية الى سوابة الوافت وانه هو يقود الطيارات الليبرالية والاشتراكية والقومية وانا اعتقد انه هو ده البديل الطبيعي ايا ما كانت النتائج اللي احترطت عليه وانا اعتقد انه لم يعود في وسع الطيارات الاسلامية انها تدعي أنهم بيحتكروا الإسلام وبيحتكروا الإيمان وأنه حيبقى عندهم قيمة المؤمنين وإحنا هنبقى قيمة غير المؤمنين مهندس باسب بعد يزنك أنت لما سمعت كحزب المصري الأحرار لما سمعت أنه فيه انضمام أو كتلتين أدام جدا الأخوان المسلمين مع الوفد بقوا مع بعض في مكان واحد أو فيه اتفاق ما بينهم وبين بعض قلتوا إيه أنتوا في حزبكم لا الحقيقة أنا أشفقت على الوفد لأنه الحقيقة يعني عايز أقولك ده تصرف غير يعني مقبول لأن هنا الوفد خرج هو اللي خرج برا الحزيرة الليبرالية أو الحزيرة المدنية يعني الوفد من أقدم الأحزاب المصري هنا مش عايز أتكلم أنا عارف أن عصام شيحة ما كانش يحب أن هذا التحالف يعني أنا متأكد ولكن في النهاية أنت في الأحزاب بتنصع لرأي الأغلبية يعني فزي ما حصل استقطاب ديني والوفد فورا دخل والحقيقة يعني بانضمامه للإخوان المسلمين ساهم بشكل مباشر في تغطية هذا الطيار اللي بيستخدم الإسلام في السياسة وده الشئ المرفوض الإخوان المسلمين أو الحرية العدالة احنا بنقبلهم فصيل طبعا موجود في مصر احنا اعتراضنا أو مشكلتنا مع مشكلة التمييز وضعية المرأة وضعية الأقباط ومسألة استخدام الدين واستخدام المنابر عندناش مشكلة أخرى مع طيار ما هي الدولة المبنية اللي أنا بقوله اللي هي بتحتوي الجميع فأنا عايز أقول إن ده بالفكرة المشاكل أنت قلتها دي مش مشكل قليلة اه طبعا دي مشكل تهد كيان البلد وتقلب حالها فلما الوفد هنا يساهم في تغطية انه يبقى هو القناع اللي يلبسه الطيار الديني في الممارسة العمل العام أنا ببقى مشفق على الوفد لأن مصر بتبعها الإبرالية ومش هتتغير مصر جاية الإبرالية من دستور 23 لغاية النهاردة فهنا كان ده الخروج قدام الخروج ده كان فيه أحزاب واضحة وقوية ومصممة منها المصريين الأحرار على وجودها داخل الحظيرة الإبرالية والطيار المدني واستعدت لهذه المواجهة ومواجهات التكفير والتكفير اللي حصل في مدان التحرير بشكل كبير لكن خلينا نقول اللي عدى خلاص أنا شخصيا سعيد جدا النهاردة بعودة الوفد للحظيرة الليبرالية وإحنا كلنا بنتطلع للوفد على أنه الأخ الأكبر لحظيرة الليبرالية وفي غاية السعادة أن هذا الطيار اللي بيستخدم الليبرالية كقناع وبيستخدم الوفد أيضا كقناع ابتدى يبان بشكله الحقيقي للمصريين فده ابتالت الأمور تعود لنصابها ومن هنا كانت مسألة أن الوقت دايما بيفرز والشعب المصري زكي جدا وكل ما يوم بيعدي كل ما الأمور بترجع لشكلها الصحيح فالنهاردة يوم سعيد في تاريخ الحياة المدنية المصرية مازال الأقاويل اللي تقالت على حزب الوفد في الفترة اللي فاتت أن حزب الوفد في حالة تخبط واضح أن هي إلى حد ما ممكن يكون الكلام اللي قالوه صحيح لأن احنا النهاردة سمعنا أن برضو حزب الوفد عايز يضم بعض من أعضاء الحزب الوطني لحزب الوفد برضو إيه العائد من وجهة نظركوا لهذا الموضوع يعني أكيد كل الأحزاب وكل الأوساط السياسية بتنقض هذا الموضوع وخصوصا أن احنا زي ما قلت في المقدمة أن احنا عملين يقول تفعيل قانون يجرم الناس اللي هي هدت السياسة وهدت الاتصاد وعملت يعني في خلال 30 سنة اللي فاتوا ويمكن أكتر عمايل تخلي مصر تنزل لتحت مش تطلع لفوق إيه الهدف أنا أتفهم حالة الهجوم على الوفد سواء في حالة تحالفهم على الإخوان المسلمين أو انضمام قوائمه لبعض فلول الحزب الواطن أتفهم حالة الغيرة اللذة المصريين على حزب أمين على طرس الحركة الوطنية المصرية لكن أنا لا أتفهم أمدا أنه يستشعر بعض المواطنين أنه الوفد بيسعى لضم الإخوان المسلمين أو بيسعى لضم فلول الحزب الواطن حقيقة الأمر أنه عدد كبير من الأسر الكبير في صعيد مصر وهي أغلب هذه الأسر كانت أسر وفدية المصبخة لكن هذه الأسر في ظل النظام السابق ارتبطت بمصالح يعني العصبية أو القبالية العصبية أو القبالية هتنجح يعني أنت عندك من سنة 1866 إلى النهاردة أنت عندك 100 أسرة في البرلمان سواء اللي كان بيحكم الوفد بيحكم الوطن بيحكم التجمع هما دول هما دول موجودين أقدر أقولك أنه بعض أعضاء الحزب الوطني انضموا لقوائم الوفد يعني في المحافظات لكن ليش معناها أن هما على القوائم الانتخابي أنت بتقدر تشمنا حد مواطن مصري ما تمش عزله سياسين ما تمش عايزين يداره يعني في الوفد ما تمش أيو لا عايزين يعني يعني يخشوا من يستطيع يستطيع أن هو يبقى عضو في أي حزب ما يقدرش أي حزب يقول لحد لكن لا يستطيع أن هو يفرد نفسه على قوائم الحزب يعني إحنا مش عايزين بالنسبة لأحداث أنا أقدر أقول لك أن قوائم الوفد سوف تتضمن أبناء الوفد وقيادات الوفد والأحزاب المتحلفة من أحزاب الليبرالية والاشتراكية والقومية على قوائم الوفد لن يكون على قوائم الوفد اعتبارا من اليوم لا حد من الطيار الإسلامي ولا حد من من الحزب الوطني المرحل أنا أقدر أقول لك أنه ده الاتجاه ده الاتجاه الصحيح وده الاتجاه اللي أعتقد أن غالبية الوفديين بيأيدوه والإحنا هنشوفه في المرحلة القادمة. لكن أقدر أكد لك حتى هذه اللحظة إن مفيش حد من الأساوي للحياة السياسية المصرية قبل ثورة 25 يناير هيكون على قوائم الوفد. لن يكون على قوائم الوفد. بناء على إيه حضرتك حتقول إن الشخص ده اللي كان في حزب الوطني كان صح أو غلط. إحنا حطينا معايير داخل الوفد. أنا بس عايز أقول سيادتك حاجة. إن إحنا عملين نقول من بعد 25 يناير إن إحنا هنستبعد كل الناس اللي كانوا في حزب الوطني اللي بيمارسوا السياسة واخد بال حضرتك. وإنه في قانون الغدر عايزين نفعله وده من ضمن الحاجات اللي نزلناها بسببها مبارح في مدان التحرير. يعني إزاي هتقول لي إنه ده يعني مثلا مش مثلا واحد كان بينتخب حزب الحزب الوطني. لا. ده واحد مرشع من حزب الوطني. أنا حقولك. الأحزاب حط وضعت مجموعة من المعايير. نمرت واحد الأول. أنا مش مع قانون الغدر. إحنا لما تكلم قانون الغدر. مش مع قانون الغدر. مش مع قانون الغدر. قانون الغدر بسرطة الحالية يمكن اطعن عليه ببساطة شديد جدا. وأنا بكرلمك بقى كمحامي محترف. يمكن اطعن عليه مباشرة لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مفترض. إن حضرتك أنا وإنت نبقى عارفين إن في جريمة ولو إحنا خلفنا في نص ولو خلفنا هذا النص حتطبق علينا العقوبة. ده ما كانش مطروح دلوقتي بيحاول يعدلوا القانون بحيث يتوافق مع الظروف الحالية. لا. أنت تقدر تعمل قانون جديد. تقدر تعمل عزل سياسي بقرار. بقرار تستطيع أنك تاخد قرار وكل القوى السياسية أجمعت في المرحلة الأخيرة. قدر أقولك الكلام ده داخل الوفد. على إنه كل النواب الوطني اللي شاركوا في انتخابات 2010 مش هيكونوا على قوائم الوفد كل أعضاء اللجنة في السياسات مش هيبقوا على قوائم الوفد. كل رأساء اللجان العامة واللجان المحافظات وأعضاء المجالس المحلية مش هيبقوا على قوائم الوفد فأنت بتجيب العناصر اللي هي أفسدك لكن ما تقدرش تاخد أنت بتتكلم في دولة حديثة في دولة ديمقراطية إنك تستبع ثلاثة مليون مرة واحدة وهم كانوا عصب الحقيقة لكن تستطيع أنك تستبعد كافة العناصر اللي كانت مؤسرة في الحياة السياسية المصرية وأنا أعتقد أن احنا لو استبعدنا النواب السابقين في البرلمان 2010 و2005 استبعدنا أعضاء اللجنة السياسات أعضاء اللجان العامة أعتقد ده هيبقى كافي جدا في هذه المرحلة